من مسقط الى الرياض مرورا بعمان وصولا الى طهران يتحرك ولد الشيخ في مهمة البحث عن حل للازمة اليمنية الاشد تعقيدا والاكثر تداخلا بفعل تعدد الاطراف اللاعبة في الملف اليمني طوال فترة عمله الممتدة اكثر من عامين عجز ولد الشيخ عن احراز اي تقدم في ملف الحرب في اليمن برغم تعدد المحاولات وتوفر سبول الدعم الاقليمية والدولية ليظهر اخيرا باستراتيجية جديدة تعتمد على تقديم حلول جزئية بعد ان فشل مع الاطراف اليمنية في التواصل الى حل شامل تنظر استراتيجية الحلول المجزئة الى الحديدة كمدخل للحل حيث تنص مبادرة المبعوث الاممي على تسليم ادارة ميناء الحديدة لجهة محايدة ويتم استغلال موارده للوفاء برواتب الموظفين وهي المبادرة التي ترفضها الميليشيا التي ردت عليها بالمطالبة بفتح مطار صنعاء المغلق منذ اشهر لترد الحكومة بالموافقة شريطة ان تخضع ادارة المطار للامم المتحدة وهو ما رفضته المنظمة الدولية معتبرة ان فتح مطار صنعاء من عدمه مسألة تخضع لتوافق اطراف النزاع في اليمن وامام هذه المواقف المتصلبة يتحرك ولد الشيخ املا في الحصول على ضغوط اقليمية على الاطراف المحلية لاجاد ثغرة للحل ذلك الامل قاده الى ايران التي تربطها علاقة قوية باطراف الانقلاب فهل ينجح ولد الشيخ في زيارته الثانية الى طهران ويعود بخلخلة لموقف الميليشيا المتصلب ام انه قد الف العودة بخفي حنين